تخوف حكومي من استخدام واشنطن ورقة الدولار لكبح الميليشيات المسلحة الحليفة للطهران ضد القوات الأمريكية في العراق حيث أكدت مصادر رسمية أن حكومة السودان متخوفة من اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات جديدة لا علاقة بتوميل المصارف بالدولار فضلا عن عقوبات إضافية لبعض المنافذ والبنوك الأهلية التابعة لبعض الأحزاب والميليشيات بعد تلميح مسؤولين أمريكيين لذلك في معرض حديثهم عن هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية خلال الأسابع الأخيرة من قبل ميليشيات المسلحة حليفة لطهران وبحسب مصادر مقربة من حكومة السودان دخل البنك المركزي مؤخرا في مفاوضات واسعة مع ممثلين عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقدت في أبوظبي واستمرت عدة أيام ركزت على إجراءات منع انتقال الدولار إلى الدول المفروضة عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة وأبرزها إيران وسوريا وميليشيا حزب الله اللبناني حيث تؤكد واشنطن أن تلك الأطراف تحصل على مبالغ ضخمة من الدولار من خلال تهريبها من العراق بطرق وأساليب مختلفة المصادر بيانت أن السوداني يخشى من أن أي إجراء يخص خفضة طويل العراق من الدولار سيؤدي إلى ضعف حكومته في ظل عدم وصول حواراته مع التحالف الاترى التنسيقي إلى نتيجة بالتوصل إلى تهديئة الميليشيات على الرغم من تعهد السوداني لوزار الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته إلى بغداد في الخامس من أشهر الحالي بالتوصل إلى حلول وتهديئة مع الميليشيات المسلحة التي توصل قصف القواعد العسكرة التي تستضيف الأمريكيين في الأنبار وأربيل وسوريا مشيرة إلى أن الضربات الصاروخية للميليشيات المسلحة قد تؤدي خلال الفترة المقبلة إلى زيادة في مشكلة قيمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار بفعل عدم إيفاء السوداني بتعهداته اقتصاديون أوضحوا أن الوضع السياسي والأمني والتوتر الحاصل في العراق وتعرض الحكومة للإحراج بسبب عدم قدرتها على الضبط إيقاع الميليشيات ومتاجرتها بالقضية الفلسطينية وقصف الأمريكيين كل هذا سيؤدي بكل تأكيد إلى تأثيرات ضخمة على الوضع الاقتصادي وأكميات تمويل الدولار في العراق وهو ما يدفع المواطنين للتوقع بأن المقبلة سيكون قاتما وسيئا ترجمة نانسي قنقر